ما شاء الله انت اللي جابك هنا ايه كنت مفكر اني ما هطلعش من السجن اللي رميتيني فيه تبجي هلطانا وانت خلاص رميت روحك في حضن الشيطان ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده نادية طمنت لها وسيب لها روحك معلش انتصلك معذور ما تعرفش ما عرفش ايه ريم هي اللي جاتها لتابوك هي دي الحجيجة مش معنى نادية ان فيه مشكلة بينك وبين ريم تقومي تيجي لحد هنا وتقوليك كلمتين مالهمش لازمة زي دول ومش لوحدة ازنتوا لي مروان كان معا حسن لا حسن ولا مروان ليهم يد في جتل مهدي ام المين انا اللي كنت معاها انا وريم جتلنا بوك 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 تمام كده بوك 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 من النص عشان انا كان فيه حاجة تبقى على قلبي من ناحية عيلة عبد الحكيم فقلت امكين انت تبقى سكة وطريق جديد ليه وسحيان انت مش غلطا لان انا اللي وربت الباب بس انا كمان اللي هقفله دلوقت طيب صحيح يا ريت تبقي 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 لغيني بالعذب بتاع بدري امتى وفين عشان برضو انا لازم اقوم بالواجب موسيقى موسيقى بتلوموني ليه طه لو شفته معيني حلوين جدي طه هتقولوا انشغالي ويصه دلليالي مش كتير عليه ليه بتلوموني يا قلبي يا دايب يا قلبي يا دايب لو قلتلك ان انا مستغرب حتتدايق؟ أبدا والله هارف يا زينب انا كنت بفكر في حاجة عاجلة جدا ومجنونة في نفس الوقت ايه التناقض ده بقا؟ تخيلت إن الزمن رجح بي وافتكرت أول مكالمة التليفون بيني وبينك فاكرها يا زينب أيها يا مروان طبعا فاكرها يا بوي عرف المكالمة داي جلبت حياتي وغيرت فيها حاجات كتيرة جوي معقولة لسا في رجالة زيك كده يعني ايه مش فاهم يعني مشاعرهم مش في ايديهم عرفها زينب أنا مشاعري طول عمري في يدي وجافل عليها لكن أول ما شفتك مشاعري كلها بيجيت في يدك طبعا أنت عاوز الحق أكيد طبعا أنا جيت هنا وأنا خايفة كنت أحس أن الخفضة مش حيروح ولا ححس بالأمان وانا لوحدي فاكر يا مروان لما قلت لك ما تسيبنيش لوحدي أنا كنت بقولها لابن عمي وما فكرتش لحظة وانا بقولها أنا كنت صادقة فيها كنت عارفة متأكدا أنت مش حتسيبني وحتوقف الظهري مش عشان أم ابنك أمال عشان ايه يا زينب عشان كلمة واحدة بس لو أنت فهمتها وحسيت بما عليها هتعرف أنا ليه كنت بابعد وما كنتش عاوز أقرب إلا لما تاخد قرارك كلمة إيه أنا أنا بحبك يا مروان يا أبو زينب بس يا مروان بس أستاني يا زينب أستاني لسا فيك كلام كتير بيننا مروان 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 مالك مروان 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 يا مسبتي بدري مالك يا بدري فيك إيه إيه اللي جارة ده قلت جارة عصامك لو عايزيني موتوني يا لهوي بس أنا هربت منهم طب أنا هكلم دكتور هكلم دكتور حالي لا 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 دكتور لا ما ينفع ما تخافش أنا عرف دكتور كويس ومش هيتكلم في أي حاجة خايفة علي يا نحيمة يوه ده وقته ده هكلم دكتور الأول أه 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 مش حسينك يا أصاب استنين أنا حاجة معاك عن إذنك مش هينفع يا جابري ليه؟ أنا كمان عايز أشوف زينب يا حبيبتي الحكاية مش حكاية زينب حكاية نادية آه لا خلاص أنا اعتبرتها متت من زمان أنت هو أنت بتعرف تنسي أوليا؟ أنتش ما تنسيش أبدا خبريها كريمة مش اتفقنا خلاص يا ست اتفقنا بس سيبيني امشي المراتي لا حدش ماشي كلامه عليا واصل يا رب عدمك ما بمشي كلامي عليك بس يعني انا بأصر الشر انتي ما بتققش نادية ونادية ما بتققش وما تنسيش يا جابرية ان انتي درتها وبعدين يا حبابتي مش احنا اتفعنا نهدي الامور عشان الدنيا تمشي حلوة زيك كده يا حلوة لا انتي ما عايزاش تاخديني معك عشان خايفة على نادية وانا كمان ما صدكش اي حاجة حتقوليها الا لما شوفك بعاني حتقولي ايها وحتعملي ايها حريحك يا ستي اي حاجة حتحصل ححكهلك بالتفصيل الممالس يبيني عمشي بقى يا جابرية ان شاء الله تجعي ها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة